بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة سوف نبدأ درسنا لهذا اليوم من مادة الرياضيات للصف السادس ابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اليوم يا أبنائي وبناتي معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية للصف السادس ابتدائي لطلابي وطالباتي الكبار ما شاء الله تبارك الرحمن معكم معلمتكم لمادة لغتي الفصل الأول قوانين التعلم يا أنبود أعتقد أنتم طلاب الصف السادس وطالباته كذلك أقدر على تذكيري بالقوانين ما هي؟ ماذا يجب علي؟ أحسنتم أولا أقوم في مكان هادي مناسبا لي بعيدا عن التجمع والضجيج والإزعاج حتى أستمع للدرس بتركيز تكون لدي معرفة بجدولي وأحاول أبنائي وبناتي أن أعتمد على نفسي كذلك أجهز كتابي أدواتي حتى كأس الماء يكون بجانبي حتى لا أضطر إلى القيام المتكرر أثناء الدرس وقت درسنا جدا قصير وأستمتع بتواجدكم جدا معي فأتمنى أن لا تحرموني من تواجدكم معي أستمع إلى درسي بتركيز وأكون حاضر الدهن أشارك وأتفاعل تماما أتابع الدرس حتى ينتهي وقته المخصص له بعد ذلك أوجه رسالة إلى أولياء الأمور المساند والداعم لنا في عملية التعلم عن بعد أطلب منكم التواجد أثناء فترة البيت للتوجيه والإرشاد عنوان درسي ربط الجمل بالصور ذات العلاقة أنه راح نربط الجمل بالصور ذات العلاقة المجال المستهدف هو المجال المعرفي أما المجال المساند هي المهارات الحركية الدقيقة الهدف العام أن يعبر الطالب والطالبة عن صورة بجملة مناسبة نحن نبغى أنه أيش الطالب يعبر عن صورة ويربط بين الصورة والأحداث بجملة مناسبة أهداف الدرس أهداف اللي بقت أسعى أنا وأنتم إلى تحقيقها بإذن الله وأسأل الله أن ينولنا مرادنا في تحقيقها أولا أن يطابق الطالب والطالبة الصور مع ما يماثلها بعد ذلك أن يستخرج الطالب والطالبة الصورة المناسبة مع الصورة أن يشير الطالب والطالبة إلى الجملة المناسبة للصورة سؤالي لكم من هو الذي يساعدنا على الحفاظ على نظافة مدينتنا؟ يساعدنا على الحفاظ على نظافة مدينتنا وينظفها وينظف حتى الأوساخ الموجودة اللي أحيانا قد نتسبب فيها نحن ما هو من هذا الشخص الذي ينظف المدينة؟ أحسنتم أحسنتم أنا سمعت إجابات صحيحة تعالوا خلونا نكشف عن شخص هذا ومن هو ومن هويته مستعدين؟ هي نكشف أجزاء من الصورة ها عرفتم مين؟ عرفتم من هو الشخص هذا؟ أحسنتم عامل النظافة يساعدنا أن نحافظ على نظافة مدينتنا ويجب أن نكون المساندة الأول لأبنائي وبناتي في الحفاظ على نظافة مدينتنا وأن لا نرمي الأوساخ في الشارع قد يكنس الأوساخ المتسببة من البيئة مثل أوراق الشجر وما إلى ذلك ولكن علب المنادي الأبنائي وبناتي عندما ننتهي من التنزل ماذا نقوم بإزالة جميع ما تسببنا به؟ وضعه في سلة المهملات حتى نحافظ على بيئتنا بمنظرها الجميل وحدائقنا بشكل لائق ومناسب لنا نحن لأننا نحن من يرتاد هذه الأماكن تبقى أنها تصير وصخة ونظيفة ومجمع للحشرات إذن يجب أن نكون يدا بيد مع عامل النظافة أو أن لا نرمي الأوساخ في كل مكان ونقول والله العامل بيجي نظف لا غلط نحن مسؤولين عن هذه الأشياء وعن هذه الأوساخ التي تسببنا بها ننتقل إلى تمرين وصل بين الصورة مع ما يماثلها من الكلمات أو الصورة عندي صورة لماذا؟ صورة إيش هذه؟ أحسنتم صورة لمنزل أو بيت أمامي كلمتين الكلمة الأولى تقول لك أنه هذه الصورة هي صورة حليب الكلمة الثانية تقول أنه هذه الصورة صورة بيت أنتم تختارون أي كلمة؟ أنه هذه الصورة تمثل حليب أم بيت كلمة الأولى أم في الأسفل ممتازين نعم الكلمة الثانية لأن هذه ماذا؟ لأن هذه صورة للبيت كلمة التي تماثلها مناسبة لها هي كلمة بيت طيب خلونا نشوف بقيت لدي كلمة واحدة كلمة حليب هذه كلمة حليب كمش الصورة المماثلة لها والمناسبة لها؟ أحسنتم علبة الحليب الموجودة هنا إذن نقوم بتوصيلها مع بعض بلعب معكم لعبة مستعدين لعبها؟ أنا بسألكم عن أشياء وصلتني وقد طلبتها بخدمة الأونلاين ووصلت لدي نبدأ حتى أعلمكم ماذا كان بداخل الصندوق الذي وصل عندي أبعطيكم أول تلميحة للشيء الموجود هنا يساعدنا على معرفة الوقت تمام؟ عرفتوا الشو؟ أو أعطيكم تلميح ثاني يلا التلميح الثاني لديها ثلاث عقارب شيء يساعدنا على معرفة الوقت ولديها ثلاث عقارب توقع صارت سهلة وصلت المعلومة التلميح الثالث ممكن نلبسها وممكن نعلقها على الحائط علشان تعلمنا الوقت وش هي ترى؟ وش هي ترى فتح الصندوق وأشوف؟ أحسنتم ساعة ممتازين ساعة إذن أنا ربطت هذه الجمل كلها بماذا؟ بساعة استطعنا أن نعرف ما هي هذه الصورة اللحمة المخبأة أو ما هو الطلب الذي أنا طلبته وخبأته عنكم في صندوق صح أم خطأ؟ أمامي جملة وكذلك صورة هل الجملة هذه مناسبة للصورة أم لا؟ قلوا لي صح أو خطأ؟ أنا بقول الجملة وأنتوا تشوفون الصورة قلوا لي صح معلمة هذه الجملة تمشي مع الصورة أو خطأ معلمة انتبهي الجملة ما تمشي مع الصورة خلاص صورة الأولى خالد مريض شوفوا الصورة هل في الصورة خالد مريض؟ هل خالد مريض في الصورة؟ ماذا يفعل خالد في الصورة تحسون؟ أحسنتم مستلقي على السرير ومريض ويبدو أنه يأخذ ماذا؟ قياس ماذا؟ حرارة إذن هل جملة صحيحة؟ خالد مريض؟ هل فعلا خالد مريض؟ نعم جملة مناسبة صح أحسنتم أبنائي وبناتي إذن جملتنا صحيحة ومناسبة للصورة ومعبرة عنها يلا ننتقل ونشوف الجملة الثانية وش تشوفون في الصورة؟ شفتوا كيف؟ شفتوا وش الصورة تعبر عنها؟ خدتوا تصورتوا وش الجملة المناسبة لها؟ بقول لكم الجملة المكتوبة تحتها تطبخوا هند الغداء وين تطبخ؟ تشوفون هند تطبخ؟ تشوفون مطبخ؟ تشوفون نار شيء قدر؟ أنا ما جأس أشوف الجملة مناسبة؟ ما أدري ولا لا؟ ماذا نقول عن هذه الجملة؟ هل هي مناسبة للصورة المعروضة معها؟ تمثلها؟ أحسنتم خطأ أنا أتفق معكم وبقوة أبد الجملة ما تناسب هذه الصورة طيب لو طلبت من أبنائي وبناتي مساعدتي في وضع جملة أبغى أي جملة عطوني تناسب هذه الصورة مثلا ماذا يفعل الولد؟ أحسنتم الولد يسلم على والده أو يقبل يده احتراما وتقديرا لوالده أحسنتم أو أحمد ولد بار بوالديه؟ جميع إجاباتكم صحيحة أو في الصورة رجل ولد والأب صح ممتاز أي صورة تمثل أي جملة تمثل هذه الصورة صحيحة ولكن جملة تطبخ هند الغداء أصلا ما فيه هند ولا فيه مطبخ ولا فيه شيء فهي جملة خاطئة أما جملكم أنتم كانت صحيحة ومطابقة صح أم خطأ أتمنى أنه ما يطلع لكم اللي أنا حاطته يلعب خالد وأحمد بالألعاب الإكترونية يلعب خالد وأحمد بالألعاب الإكترونية تعتقدون جملة صح ومناسبة للصورة ولا لا يا معلمة ترى ها زي الأولى خطأ ها وش يسوون خالد هنا وأحمد يلعبون بالألعاب الإكترونية ولا جلسين ينططون ويسبحون ولا إذن الجملة هنا مناسبة للصورة ولا لا نعم مناسبة الجملة هنا للصورة أحسنتم أبناء جوفناتي إذن صح الجملة هنا مناسبة للصورة يلعب خالد وأحمد بالألعاب الإكترونية طيب أعطوني أنتم جملة مناسبة لهذه الصورة أبغى جملة منكم أنتم تكون مناسبة للصورة هذه ماذا ممكن نقول؟ أحسنتم خالد مثلا وأحمد يقضيان وقتهم باللعب ممتاز أو يرتدي خالد وأحمد ماذا؟ ماذا يضعون هنا على أذانهم؟ ماذا نقول؟ أحسنتم يضعون السماعات ممتازين ممتازين أو يلعبون لعبة يلعب خالد وأحمد لعبة ماذا؟ أحسنتم لعبة عن الحرب وما إلى ذلك صح؟ جميع إجاباتكم صح أي شيء أي جملة مربوطة بالصورة وأحداث موجودة بالصورة أو بالأشخاص اللي بالصورة هي جملة صحيحة بس إذا كانت الجملة بعيدة عن الصورة هي أيش؟ ما تمثلها إذن تعبيري خاطئ أو ركيك ولازم أحاول أجيب شيء عن الصورة لاحظوا هنا خالد وأحمد سعدان باللعب أو يمرحان يقضيان وقتهم بماذا؟ وهم سعيدين موزعلانين مستمتعين بوقتهم في اللعب أخيرا وصلنا إلى التوصيات واحد تحزيز وتشجيع ما يبديه الطالب وطالبة من إجابات مع مراعاة فروقهم الفردية حافز لهم في ماذا؟ في استمرار عملية التعلم في كذلك محاولتهم في المشاركة في العملية التعليمية وتفعيل دورهم في العملية التعليمية المتعلم ليس متلقي مهم جدا مشاركته في العملية التعليمية ربط المعلومة المقدمة للطالب والطالبة بالخبرات السابقة بحيث تكون المعلومات المقدمة لهم قريبة لهم من بيئتهم حتى يستطيع ماذا؟ تثبيتها في مخيلته التدريب المستمر والمراجعة على فترات منظمة وغير متباعدة أبنائي وبناتي يساعدني في ماذا؟ في تطوير مهاراتي في تثبيت معلوماتي التي تلقيتها كذلك في مساعدتي على أنجاز مهاراتي تطوير قدرة الطالب والطالبة على التركيز ونقل أثر التعلم من موقف إلى آخر أتمنى منكم أن لا يقف درس اليوم في حيث فصلنا الافتراضي وإنما ماذا؟ نبحث عن صور الموجودة في القصص نحاول أن نعبر عن هذه الصور بجمل مناسبة لها كذلك إذا لم يكن موجود لدي قصة أنا ممكن أستعيب بكتب المدرسية كتب أخواني وأخواتي السابقة حق الأعوام الماضية جميعها تحوي على صور جميعها موجودة على دلالات معينة قريبة من بيئتنا جميع أن نجرب التعبير عن هذه الصور بشكل جميل ولائق حتى أنمي مهاراتي وقدراتي اللفظية ألقاكم على خير لقد استمتعت كثيرا معكم اليوم أبنائي وبناتي معكم معلمتكم منال صالح الغير ترجمة نانسي قنقر